حكم الزواج بنية الطلاق الزواج بنية الطلاق خلونا قسم قسمين يعني قسم ما يتكلم فيه الفقهاء وقسم ما يتعطاه الناس اليوم ما يتعطاه الناس اليوم ما يتكلم فيه الفقهاء عندما يقول زواج بنية الطلاق وهو أن يتزوج الرجل المرأة بشروط الزواج المعروفة وهي الولي والشهود والرضا الطرفين وزواج يعني كما قال الله تبارك وتعالى وأخذنا منكم مثاقا غليظا هذا الزواج استحللتم فروجهن بكلمة الله اللي هي الإسلام طيب فهذا الزواج الأصل فيه الاستدامة والأصل فيه العفة للزوج والزوجة وفيه جميع شروط الزواج إلا إن الرجل يعني الزوج يضمر في نفسه أنه قد يطلق هذه المرأة إذا أراد أن يسافر أو إذا انتهت مهمته أو ما شابه ذلك من الأمور فهو ينوي هذا في قلبه ولا يظهره لها ولا يظهر لها وإنما ينوي في قلبه وهذا محرم على الصحيح لأنه فيه غش لهذه المرأة لا تدري ما في نيته والأصل أن تكون نيته الاستدامة هذا هو الأصل في الزواج نعم كل إنسان وارد أنه يطلق لكن فرق عظيم بين إنسان ينوي الاستدامة وقد يطلق وبين واحد ينوي الطلاق وقد يستديم فرق بين هذا وهذا أما الواقع اليوم الذي يمارسه بعض الناس فيختلف تماما اختلف تماما عبث ونستطيع أن نقول زنا وذلك أنه أولا يتزوجها بنيت الطلاق وهو لا يعرفها أصله ولا يعرف أصلها ولا فصلها ولا أباها ولا أمها ولا يسأل عنها عفيفة طيبة أبدا وإنما يحضرون له امرأة فيقول هذه زوجتك يعاشرها ليلتين أو تأث ليالي ثم يفارقها ويعطيها شيئا يسيرا هذا ليس بزواج هذا عبث هذا عبث بالأعراض والعياذ بالله ولا يعرف شيئا اسمه وأخذنا منكم ميثاقا غليظة ينسى هذه الآية وأخذنا منكم ميثاقا غليظة وينسى قول الله تبارك وتعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره ما في عند متعة الطلاق هذه ولا عند الطلاق البدعي ولا عند الطلاق عبث زيناء بكل ما في الكلمة من معنى وعادت هؤلاء البنات تخرج منه تذهب إلى ثاني لا عدة ولا شيء ولا كذا ولا يطلب منها ولدا ولا شيء من ذلك المهم أن هذا الواقع اليوم على بعض من يمارسه أن يتق الله تبارك وتعالى وأن يحترم معنى الزواج معنى كلمة زواج إذا أراد أن يتزوج بهذه الطريقة يتزوج كما تزوج امرأته التي تحت ذمته مهر ورضى والسؤال ومن هي ومسمها أحيانا لا يعرف اسمها فقط يقضي وطره منها ثم يفارقها ثم يقول تزوجت بنيه الطلاق هذا ليس يزوج بنيه الطلاق هذا لا يبيحه أحد من أهل البنية أبدا لا يبيح هذا العبث أحد من أهل العلم الذي يستدلون بأقوالهم يقولون هناك من أهل العلم من يقول بجواز الزواج بنيه الطلاق ليس هذا الذي يفعله كثير من الناس اليوم أبدا فنحذر من هذا الأمر عيننا نتق الله تبارك وتعالى ومن يحتج بأنه شرعه بعض أهل أو أجازه بعض أهل العلم لا يجيزون هذا العبث هذا الزنا مغطى بغطاء حلال وهو ليس بحلال فعلينا نتق الله جل وعلا ترجمة نانسي قنقر